موسيقى تمسكت قوى الحرية والتغيير بموقفها الرافض لسياسات رفع الدعم المتضمنة في موازنة العام 2020 وهاجمت بشدة منهج وزير المالية المتبع في اعداد الموازنة ووصفته بالتقليدي وعلنت وضع موازنة بديلة لموازنة وزير المالية ونفى عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله وجود دعم للسلاع الاستهلاكية المستوردة من الخارج وقال ان ما تقوم به الحكومة هو عبارة عن معالجات حسابية لسعر الصرف عند استيراد السلاع من الخارج وضاف خلف الله ان الاصلاح الاقتصادي لن يتم حالا تتمكن الادارة الاقتصادية من الوصول الى سعر صرف مستقل ووضح ان وزير المالية طرح في موازنته تقليل قيمة الجنيه السوداني من 45 الى 60 جنيها بنسبة 33% واشر الى ان حكومة الانقاذ خفضت قيمة الجنيه السوداني 16 مرة ولم تنجح في الوصول الى سعر صرف مستقل ونوه الى ان قوى الحرية والتغيير متمسكة بقيام الدولة بدورها الكامل نحو المواطن لا سيما في تخفيف الضغوط الشعبية والمعيشية التي كانت العامل الحاسم في قيام الانتفاض الشعبية ضد النظام البيت طيبة لحياة طيبة